بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنتكلم على موضوع مهم قوي قوي وهو الخصوصية الخصوصية جهازك والبرامج اللي عليه يا ترى هل البرامج اللي أنا بنزلها بيتدخل على خصوصياتي برنامج مثلا ممكن يكون بسيط جدا زي برنامج الفلاش أو الكشاف المصباح تخيالوا ان برنامج زي ده هو هدفه ان انا اشغاله علشان احول الموبايل بتاعي لكشاف تفاجأ ان البرنامج ليه الحق انه يوصل لاكتر الخصوصيات في جهازك البرنامج ده ممكن يسمع المايك بتاعك وانت بتتكلم في مكالمة يسمعها او بتسجل حاجة من حق انه ممكن يسمعها طب انت بتسجل الصوت ليه اذا كان انت في البداية والنهاية مجرد برنامج كشاف ازاي نوصل للبرامج اللي بتنزل على جهازنا ازاي نوصل البرامج دي بتخش على خصوصياتنا ولا لا وازاي نقفل الموضوع ده وازاي نعرف ايه هي البرامج اللي بتخش على خصوصياتنا والبرامج اللي ما بتخشش كلامي كله هيكون على وينز و عشرة هنبتدي هنخش في الستنج وهنكتب البرامج او الخصوصية تمام البرامج اهي هيبتدي مالش البرايفاسي فيها كذا حاجة فاللوكيشن اللي هو الجي بي اس بتاعك لو فتحته هيقول لك في البرايفاسي ايه البرامج اللي بتاخد الموقع بتاعك وبتطلع على الموقع بتاعك بتقدر من المكان ده بتعمل انابل او دي سايبل او 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 اف البرامج ديت ادي برامج اللي من حقها او انت بتعمل لها بتقول بتوافق على ان هي بتستخدم اللوكيشن بتاعك بس انا انا هنا اقفلهم يعني الكاميرا كورتانا مسلا كورتانا علشان ممكن تضطر انك فعلا تحتاج اللوكيشن بتاعك عشان تعرف ايه اللي بتدور انت عليه او ان كان لغتك او حاجة الفيسبوك المابس الميل سكايب واذر واتساب ماشي الحال اغلبها برامج منطقي انها تكون محتاجة اللوكيشن بتاعك بس باي حال انا اقفلها يعني لما بحب افتحها بممكن افتحها عادي ده بالنسبة للوكيشن تعالوا مسلا نشوف الكاميرا مين بيستخدم الكاميرا بتاعتي الفلاش لايت اهو احد البرامج اللي هي هدفها اني حوق استخدم الكشاف استخدم الفلاش ممكن لو الفلاش كجزء من الكاميرا اوكي تتعديها ماشي الحال الاكسرس ان انفو هير مابس هير مابس بياخد الكاميرا في بعض الابشنز في هير ماب انك بتتصور المكان ويقول لك المكان ده فين فبالتالي فعلا الهير ماب بيحتاج الكاميرا لحد الوقتي انو مش شايفين حاجة غريبة ممكن تكون الوان نوت ممكن الوان نوت بيقى فيها ممكن تصور عشان كده بيحتاجة توصل الكاميرا يعني لحد الوقتي ماشي الحالة العملية مقبولة انا مش شغل الكاميرا عليهم كلهم ممكن لو حبيت اقفل بقفل بفتح عادي هرجع تعالوا بقى مثلا احب اشوف مين اللي بيطلع على مش الكونتاكتس لكن الكون هاستري السجل المكالمات مين بيطلع على سجل المكالماتي تخيلوا مثلا برنامج اللي هو بتاع الفيلم فيلمس ان تي في الفيلمس ان تي فيز دوت بيطلع على سجل المكالماتي بيطلع سجل المكالماتي ليه وإيه اللي هيستفاعده لما يطلع على السجل المكالمات بتاعتي فحاجة زي كده مش منطقية بالنسبة لي أو أنا على الأقل مش موافقة عليه الجروف بتاع الموسيقى ليه تطلع على السجل المكالمات بتاعتي يعني مش منطقية أو برضو على الأقل أنا مش موافقة عليه الواضح كده أنه هم حوالي أربع برامج فقط وطبعا المسجينج والبيبول هو ده عادي جدا تعالوا نشوف مين بيطلع على مثلا مين بيبص على الكنتاكتس اللي عندي الناس اللي متسجلين عندي طبيعي البلوك اند فيلتر مفيش مشكلة الأكسل بيبص على الكنتاكتس أنا معرفش ليه بيبص على الكنتاكتس فمش محتاج إنه يبص على الكنتاكتس عندي الفيسبوك ماشي الحال فيلمز ان تيفي برضو مش منطقي جروف ميزيك ماشي الحال معرفش ميزيك جروف ميزيك إيه علاقته بالكنتاكتس بس نقفلها باور بوينت يطلع على كونتاكتس ليه الفويس ريكوردر يعني الفويس ريكوردر ليه يطلع على كونتاكتس الورد شرحه يا مهم يا جماعة باختصار أنا بس بحاول أوريكو إن جهازك مترائب من برامج هو بيديك الإمكانية أن أنت توقف الموضوع ده أنا بس بعرفك إزاي توقفها أخد بالكم من حاجة الحاجات اللي بتبقى شغالة دي مثلا هل تقدر أنت مثلا الاسبيتش الانكينج والانتايبي سوري الكالندر بتاعتي الرزنامة أو الموعيدي والحاجات دي كلها مين بيتفرج عليها أو مين من البرامج كذلك أبرض الفيلمز عن تي في مالو مالك كالندر بتاعتي ممكن 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 فيلم عن تي في لو في معاد فيلم لو في معاد حاجة ما عرفش بس يعني بأي حال إن الفيسبوك لو في عندك بيطلع على الموعيد بتاعتك البوردكاست مش شايف برضو ده مهمة أوي بوقت سهب برضو ماتقاش على معادي وأحسن برضو الفيسبوك باختصار في البريباسي تقدر تتحكم في الموضوع ده شكرا لم تابعتكم إذا عجبك الفيديو لايك وإذا عجبك أكتر شير عشان غيرك يستفاد بيه وإذا حبيت تتابع معنا على طول يبقى سابسكرايب وأمرك لله شكرا جزيلا مع السلامة